قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إن مشكلة الأموال المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي لم تحل حتى اللحظة مشيرا إلى عدم وجود حكومة إسرائيلية لاتخاذ قرار سياسي بهذا الأمر وأكد اشتيا أن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الانتخابات جدية جدا ودعا وزارة التربية والتعليم إلى البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية وتجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر شرعية صناديق الاختراع وأن تبقى القدس مركبا عضويا في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني رغم كافة محاولات التهويد الإسرائيلية